السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جمهورنا الرياضي مرحبا بكم حابين شارككم التشكيلة يعني راهي خرجت ومربوحة ان شاء الله اه حرست المرمى كما كان متوقع انتوني موندريا على الجهة اليمنى واليسرى عطال وايت نوري كما كان متوقع ايضا في وسط الميدان ماندي وطوغاي بالنسبة كبيرة ابن طالب وزروقي هما اللي سيكونوا في الاسترجاع يعني الافكار اصبحت واضحة لبيتكوفيتش اما المفاجئة عدنا ابراهيمي وبن زياء وعدنا قويري وعدنا بن رحمة هذه هي التشكيلة احبابنا خوتنا ما كي لا بقرار ولا بنجح يعني ممكن جدا انه يخلي البعض الى شرطة ثاني ممكن يخلي البعض ايضا الى مباراة اوغندا ممكن يخشى من الاصابات لا نعلم على العموم تشكيلة انا اراها جدا متوازنة جدا اه تشكيلة تعتمد على اللاعبي يعني التقنيي اللاعبي اللي عندهم الحدود الفرضية لانه متخب غينيا اكيد مراشي غامر كثيرا لكن على العموم يدير هفوت كثيرا لموسى والدفاع كما درنا الفيديو السابق وتكلمنا عن نقاط ضعف المتخب الغيني على كل حال بالتوفيق لمتخبنا الجزائري مربوحة ان شاء الله شكرا للجماهير الحاضرة في الملعب يعني راند كامل خلف متخبنا الوطني الجزائري وبالتوفيق لعبد لكم القائمة عدنا انتوني موندريا عدنا عطال وعدنا ايت نوري وعدنا ماندي وطوغاي وعدنا رميز زروقي مع نبيل بن طالب وعدنا ابراهيمي وعدنا بنزية وعدنا امين اقويري اه نعم هذوما بالاضافة وسعيد بن رحمة هذوما على كل حال شاركونا برأيكم في التعليقات من طوش عليكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة